بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي بناتي طلبة وطلاب التعليم الفني الصنوعي الصف الثالث أهلا ومرحبا بكم في قناة دبلوم صناية متنساش علشان نقدر نستمر في هذه القناة أن تدعمنا بثلاث طرق دول أنك أنت أولا تشترك معنا في القناة ثانيا تعمل عملية تفعيل الجرس علشان يصلك كل جديد من هذه القناة ثلاثة لابد أن تضغط على لايك أو إعجاب للفيديو علشان تدعمنا ونستمر في العطاء وإذا كان عندك أي ملحوظة فممكن تتصل معنا وتتواصل عن طريق واتساب وهذه الرقم أهو أو ممكن تعلق على الفيديوهات وتقول اكتراحاتك وتقول المواد اللي أنت عايز تفهمها وإحنا إن شاء الله نشرحها لك النهاردة هنأخذ الامتحان اللغة الإنجليزية سنة 2018 أخذنا قبل كده امتحان 2019 عايزك في كل نوعية سؤال تقارن ما بين التغيير اللي حصل في 2018 و2019 مثلا زي كلمة القطعة تقارنها ما بين 2018 جات ايه و2019 جات ايه 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 انا ليه بقولك الكلام ده لازم تحط الامتحانين قدام منك ليه علشان فيه تشابه كبير بين الايه بين الكلمات في كل الأسئلة هنلاحظها كده مع بعضين طبعا انت مراجع معي قبل كده في القناة دبلوم بتاع 2019 تعالى نشوف في 2018 2019 ما كانش بادي بالسؤال بتاع اللانجوج فانكشن كان ده السؤال التاني خلاص في 2018 ده السؤال الاول هو هو نفس الكلام اللي هو ايه اللانجوج فانكشنز اللي هو الوظائف اللغة بيقول لي ايه نمبر ون سبلايز المسين بارتس انزا فولوينج ديالوج يعني اه حط الكلمات او الاجزاء الانقصة في الحوار التالي تمام في جمل في اجزاء من الجمل نقصة اللي هو عمل لي عليها شرط وكتب لي عليها واحد واثنين وتلاتة يبقى الراجل تطالب مني ثلاثة جمل انا حاليتهم لك تحت خالص واحد ثنين ثلاثة بس لا بد انك تعرف ان الحوارات اللي موجودة entails كلها هي دي بتبقى محل هذا السؤال يعني الكتعة دي موجودة في الكتاب في يونت 1 اللي هو موجود في بيج 5 اللي هو في صفحة 5 لو انت فتحت صفحة 5 هتلاقي حوار مبين صلاح واحمد عن حاجة اسمها الوينسلف بورد تمام هذا الحوار بالنص كده شبه بالزبط هو ده اللي قدام مننا بس مبين مين ومين مبين مونة وصارا شوف الحوار تفتح كتابك صفحة 5 خليك معايا واحدة واحدة فبيقول مونة وصارا are talking about وينسلف بورد مونة وصارا قاعدين يتكلموا على اللوح اللي هو بتاع ركوب الامواق تمام قبل ما هم يذهبوا لمبارسة هذه الرياض فمونة بتقول له هلو سارا please to meet you انا سعيدة ان انا قابلتك ردت سارا قلت لها هلو مونة please to meet you too وانا كمان سعيدة ايضا what is this بتقول له فا ايه ده اللي معاك ده ما هذا قلت لها this is my one self part ده اللوح اللي هو انا بتزحلق به على الامواج او بتاع ركوب الامواج امت سارا اطلعها wonderful الله ده شيء جميل جدا ها بس بقيت الجملة مش موجودة او بقيت السؤال مش موجودة اخدوا ازاي يا حنرجع ليه الصفحة خمسة ونشوفوا السؤال كان ايه اما انا ابوست للاجابة تقول لها it is made of plastic form شوف المونة بتجاوبها ازاي it is made of plastic form يعني ده مصنوع من البلاستيك يبقى السؤال كان مالو ها نقولول ازاي طب البتاع ده مصنوع من ايه ها اللوح ده مصنوع من ايه نقولولها ازاي مكتوبة تحت ايه was it made of دي عند رقم واحد دي وتقوم حطة الجملة دي يبقى ده مصنوع من ايه فالاجابة منطقية هتبقى it is made of plastic form and it is covered وكمان مغطى with fiberglass صارا جابت سؤال تاني بس نقط مش عارفي هبص على الاجابة هتلعى because plastic form is light and buoy buoyant يعني البلاستيك فوم ها خفيف وكمان ايه قابل للطفو اللي ما بيغرقش buoyant اللي هو ما بيغرقش طب السؤال هايقول ايه السؤال المنطقي اللي هنحطه في رقم اتنين بتاع سارا هتقول لها why is it made of those materials هما مصنوعين لي ها من هذه المواد فقالت لها السبب مون فقالت لها السبب واجات سارا برضو سألتها سؤال تاني why is it covered with fiberglass طب ليه هو متغطي بالfiberglass تود عليها ازاي تقول لها مون هتقول لها the fiberglass is very hard ها is very hard ليه احنا قولنا it's very hard مش it's very tough زي ما هي موجودة في الكتاب لانه هو في الامتحان حطي لكلمة hard وطف متين وهارد يعني برضو متين او ناشف يبقى هي كده الاجابة the fiberglass is very hard كمان ايه it can't be broken easily وكمان مش ممكن يتكسر بسهولة ده كده احنا جاوبنا على السؤال الاولاني يبقى السؤال الاولاني في 2018 هتراجع معا مين ما 2019 السؤال التاني الديالوج اللي في السؤال التاني السؤال التاني النهاردة معانا في 2018 هو هو نفس السؤال في 2019 نفس السيغة مش هو بالكلمات والاسئلة لا حاجات قريبة من بعضه ولكنه جيه في 2019 جابه في السؤال الاولاني اولا 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 في 2019 خلاص بيقول لي vocabulary and destruction Or نخرج اولا 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 سيغنم هو من افضل التلميذة عندي تمام اولا نفس ما إيه؟ عشان هاز عشان هاز نمرة اثنين كوبر نحاس يعني is normally used for making wires ويستخدم لعمل الاسلاك because it is easy to to stretch نتمدد but it is difficult to break صعب انه يتقطع تمام كده يبقى number two stretch هتراجع معايا الامتحين وبعد كده هتاخد الاسئلة غايبا وتحلها مع نفسك وبعد انت حلتها متو شوق 19 زي الفول السؤال الثالث the fire extinguisine will prevent the fire from spragting the fire extinguisine ده اللي هو ايه اللي هو طفايت طفايت الحريق طيب هتمنع الحريق ايوه من الانتشار from spragting from spragting من الانتشار number four put on your safety helmet safety helmet الخوزة احطه على رأسي before طالما كلمة before يجي بعد منها ing وانت مغمد entering قبل ما تخش the building inside اللي هو مكان العمل خلاص يعني انا متهالي السؤال ده مكرر في 2019 و 2018 راجع مع نفسك انت وشوف الدنيا ماشي ازاي number five number five heat causes الحرارة بتسبب مثل two اختار انها ايه نمرة كام نمرة d expand علشان بتعمل تمدد للمعادن طبعا مش بتخليه محمي ولا بتخليه مجمد او كده expand يعني يتمدد تمدد بالحرارة وانك مش بالبرودة صح كده heat causes ايه بتسبب الايه في المعدن انه يتمدد expand number six it is important سؤال برضو it is important to check the brakes on your car before driving full long distance يجب عليك انه من المهم ان تفحص الفرامل في السيارة بتاعتك قبل ما تسوق لمسافات طويلة number seven if he send the machine on time the company will pay him at once يعني اذا هو ارسل المكينة في الوقت المحدد كان الوقت انه من المهم في حالة wave طبعا قالت اف. ببقى اف. سؤال الاخير. بيقول لي put on your boat. put. ها? سؤال ستو. علشان تعمل protect. علشان تحمي يور فيت. اقدامك from falling objects. علشان الحاجات ما تقعش عليه. put on your boat. سؤال جميل جدا. السؤال التالت. ويعني حرام انك جدا متخدش فيه الفول مارك بتاعتي. تمام? عندنا بيقول لي وصل من ايه الى بيه. بيقول لي the causes of changing the fertile land into desert. او. حاجات اللي بتسبب التحويل الارض الخصبة. the fertile land into desert. الى الصحراء. or. هتكون ايه هي. the high temperatures and low rainfall. حاجتين. درجة الحرارة العالية. ها? ونضرة هطول الامطار. النضرة. low rainfall. يعني. قلة هطول الامطار. and high temperature. اللي اتنين دول بيحولوا الارض الخصبة الى desert. يعني. الصحراء. يبقى number one. هتيجي مع مين؟ مع دي. الى الاخيرة. الى الافي. معايا كده. اعمل لك سأم هناك هو بس فيدي تعليه. اتاب رابر. رابر ده مطط. ما له. is very flexible material. اه. صح. اه. من المواد اللي هي المارينا. فليكسبول يبقى نمبر 2 مع C نمبر 3 نايلون يستخدموا في عمل العبال بس كده النمبر ايه بكوز it has tensile strength strength بكوز it has tensile strength قوة الشد عمد تحمل قوة الشد خلاص تمام اخر حاجة steel نمبر 4 هديجي مع بي it's difficult to bend it's difficult to bend انه من الصعب انك انت تتني ايه الحديد ده السؤال سؤال الرابع بيقول لي rewrite قعد كتابة the following sentences الجمل التالية using is a word a word is استخدم الكلمة او الكلمات in practice فيه ما بين الاقواس to give the same meaning علشان تعطي نفس ايه نفس المعنى خد بالك used for الاولا نية used for لازم يجي بعد منها ing لما يقول الاولاني بيقول batteries بطاريات generate ها بتولد electric current خلاص تايير كهرابي تمام عايز يستخدم used for يبا حنقول ايه batteries are batteries are used for generating تشيل الايه وحط ing وتكمل الجملة electrical current عادي يبقى بعد used for تيجي ing وقبل منها يجي اسمها verb to be verb to be يائز يائز يائما r لو هم جمع batteries جمع تاخد r يبقى batteries r batteries r used for generating يعني بنحط لها ing نجيه عشان تولد الطهير القرب السؤال الثاني بقول this material resistance water يقاوم الماء هذا المعدن يقاوم الماء تمام عايز يستخدم water resistant better resistance water سأقول this material is water resistant سأحط له verb to be this material عشان هو مفرد حطيت له is تمام number three the train is faster than the bus الكتار السع من الاوتوبيس هو عايز as as هذا استخدم اله بحاول the train as fast as يعني الجملة كلها القطر او القطار في السرعة بتاعته مثل the bus نفس السرعة as fast as ده نفس السرعة بتاعت ده سمع سمع طلبة بتقول ايه احنا عايزين نفس الايه نفس المعنى طمع يبقى انا لو انا عاوز اقول the train as fast as the bus او اقول the train as faster as than the bus يبقى احنا اقول as faster as the bus as 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 the bus to give the same meaning عشان تديني نفس المعنى اقول the train as faster as the bus as the bus as the bus السؤال الاخير هنقول turn off the lamp first on turn off the lamp turn off اللامب إيبقى السريع نحن قولهم متانى ينبج نحط الـ ING ونحط الـ Vibito باليها هذا الحصول مستفيد من الماء تم تبعيه بالمباشرة أتحرك الكتعة وطريقة القطعة ووديك فرصة تقرأها مع نفسك وبعد ذلك نرى الإجابة اشتركوا في القناة ودلوقتي نقرأ مع بعض واقول لك قبل ما تخش على الريدين كومبرهنشن دو تقرأ في اليونت فور تمام هتلاقي هذا الموضوع موجود فيه اللي هو الاحتباس الحالي اقرأ القطع اللي جاي ديت اقرأ القطع وبعد كده جاوب على الاسئلة واعطلنا سبع اسئلة بولي واعطة المهمة المهمة التي تهدد العالم النهاردة هو الاحتباس الحراري المدن او الدول او البلاد والافراد should cooperate لابد ان هم يتعاونهم together to reduce it علشان يقللوا من عملية الاحتباس الحراري the global warming is caused by the increase of the greenhouse gases in the earth's atmosphere معنى ايه الكلام بلو warming the global warming يعني العالم او الحرارة العالمية بتسبب is caused by بواسطة the increase of the greenhouse gases غازات الاحتباس الحراري and the earth's atmosphere في الجو بتاع الارض the gases are الغازات بتاعت الاحتباس الحراري بتبقى عبارة عن ايه the gases are carbon dioxide carbon dioxide carbon CO2 and methane دول النوعين من الغازات the climate المناخ change is due to the burning of fossil fuels باستخدام احتراق الوقود الحفل the destruction the destruction the destruction the destruction the destruction of tropical frosts the destruction the destruction of tropical frosts and the heat of the sun of the sun and the heat 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 of the sun الحرارة العالمية في وقدها في الاستمرار في الازدياد سوف تتحرك سوف تتحرك درجة الحرارة بتاعت المية ويبقى المية بتاعت البحر سيحصلها تمدد هذا ربما يسبب نيل دلتا يحصل فائضان في النيل والدد بعد كده مور ووتر ان السويل وين ان معظم المية اللي في التربة حاد البخر ديس مايكوز دا ربما يسبب زالاند بيكم ديزيرد الارض تتحول الى صحراء دا سيوال بيكم هوتر البيا بتاعت البحر ممكن تكون درجة حرارتها اعلى this may cause كمان دا ممكن تسبب في الكورال ريفس اللي هي الشعب المرجانية انها يحصل لها تغير في اللون بتاعها وتبيض تبليتش and تبي ديسترويد وكمان تتدمر بعض الامراض بعض الامراض بعض الامراض تبليتش 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 و الامراض نجد كمان تبليتش 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 احتباس الحراري او درجات الحرارة العالية في المناخ بتاع الارض اللي هو الاحتباس الحراري طبعا ده هنجد فيه تاني سطر بالزبط في النص هتلاقي كلمة The global warming is caused by وصلت له لسه The global warming في نص السطر بعد النقطة بتاعت it The global warming is caused by The increase Of the greenhouse gases In the earth's atmosphere لازم نقوله ان هو نتيجة لزيادة الغازات الاحتباس الحراري في زيادتها في الهواء بتاع الارض ده اللي بيسبب السؤال التاني مانشن يعني اذكر The two greenhouse gases اذكر ايه نوعين من ال greenhouse gases من الغازات ده طبعا حلقيه في السطر الثالث في النص برضو These gases are carbon dioxide اللي هو CO2 اللي هو تانيك سودي كربون ومثان هو عايز اتنين ودل اتنين لهم بس لغاية النقطة اللي بس هادي الاجابة بتاع السؤال التاني بعد كده بيقول لي ايه what would be the main effect on ايجيبت ما هي العوامل المؤثرة الرئيسية على مصر mention only two اذكر فقط اثنين هنيجي بصوا يا ولاد في السطر الخامس واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بعد كلمة sun مباشرة هتلاقي ان ايجيبت خلاص خطب معي بقى ان ايجيبت if the global temperature continuous to raise النهل لو استمرت في زيادة the sea water will expand المية ها بتاع البحر ها تتمدد تمام this may cause the null delta to flood more water in the soil will evaporate وكمان كتير من المية بتاع التربة الخاصبة هتتبخر this may cause the land to become desert ايبقى دول هتتحول الى صحرا هو عايز حاكتين بس احنا كده كفاية عليه الحاكتين اه برضو انا هتطلق هو برضو فيه السؤال بتاع choose the corrupt answer from a b c or d countries and individuals يعني المدن والافراد الجماعات والافراد should work together لازم ان هما يشتغلوا مع بعض on use less fuel ان هما يستخدموا اقل للوقود and electricity واخدها من القطع من القطع السؤال اللي بعد كده اللي هو الخامسة global warming اللي هو الاحتباس الحراري may cause the land to become اللي هو هيخلى الارض الخصبة هيخلى دزيرت طبعا اللي هو نمبر c السؤال السادس buying more food from local farmers will help reducing يقلل global warming يقلل الاحتباس الحراري نمرة سبعة والاخيرة global warming الاحتباس الحراري may cause coral reefs ان هو يخلي الشعب المورجانية to bleach and to be destroyed destroyed يعني ان هي تتدمر destroyed يعني ان هي تتدمر ده السؤال الخامس السؤال السؤال اللي هو terminology اللي هو resource book fill in the spaces with words from the list يعني املى الفراغات بالكلمات اللي انا هدهلك على اللستة اللي جايدي اول واحدة اللي هي seatbelt دوت بمعنى حزام الامان حزام الامان و spelled يعني سكبة او كب القهوة عليها يعني و appliance اللي هو التطبيقات وال vehicle يعني المركبة او العربية الكبيرة و life jacket اللي هو من جاتل للحياة في البحر properties اللي هو الخصاص الخصاص طبعا انا عملهم لك هم بالترتيب تحت لو انت شايف فيه الجزء اللي هو اللي بالالوان ده number one بيقولي be careful you've نقط coffee on my dress انت كبت القهوة علي الفستان بتاعي ها you spelled be careful you've spelled تمام number two number two number two a vacuum cleaner المكنسة الكهربية is a very common electrical electrical كهربية حاجة كهربية مشتركة which is found in almost every home في كل منزل في كل بيت electrical ايه كنا نمر اثنين appliance appliance يعني التطبيقات الكهربية اجهزة كهربية في البيت تمام number three number three a life jacket انا قلت لك life jacket اللي بيقص الناس في البحر علشان ما يغرقوش is used for saving a swimmer بيحمي الراجل اللي بيعوم from sinking in the water انه هو يغرق في الماء يبقى ايه نمر ثلاثة life jacket نمر اربعة all metals have different كل المواد لها حاجات مختلفة خصائص مختلفة لها properties تمام اخر حاجة all modern cards كل العربيات الحديثة should have have a seat belt seat belt اللي هو الحزام الامان in order to hold their drivers انه يمسك السائق and the passengers and the passengers and the passengers in their seats in a crash في حالة انه هم تتعرض السيارة لحادثة سؤال جميل جدا السؤال الثالث ويعني حرام انها متخدش فيه full mark تمام عندنا بيقول لي وصل من ايه الى بيه بيقول لي the causes of changing the fertile land into desert a a a a a a a a a ا a 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 العالية ونضرة هطول الامطار. النضرة لو رين فول. يعني قلة هطول الامطار. والهيطين بريش. الاتنين دول بيحولوا الارض الخزبة الى ديزيرت يعني الصحراء. يبقى نمبر وان هتيجي مع مين مع دي الى الاخيرة. معايا كده. اخيرا السؤال الثامن في الترانزليشن. وبقى راجع اقول لك برضو انك انت تقارم بين الترانزليشن دي وبتاعت 2018 اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. والترانزليشن بتاعت 2019 اللي احنا اشتغلنا فيها الاسبوع اللي فات. السؤال اولاني بيقول لي ترانزليشن انتو عربك. وجايب لي جملة واحدة راجع. يقول لي. يجب عليك غس يديك بعد استخدام المواد الايه الكيميائية. والسؤال اللي بعد كده ترانزليشن انتو عربك. للعلم والمعرفة اثر كبير في حياة الانسان وتطوره. كلام ده السؤال ده كان موجود ايضا في 2019. بس بالعكس. كان جايبوا بين الانجليزي وترجموا بالعربة. النهاردة جايبوا بالعربة وترجموا بين الانجليزي. ساينس اند نولوج هاف جريت افكت ان مانز لايف اند ديفلوبمنت. وتطوره. مع تمنياتي بالنجاح. وربنا اوفقكم جميعا بالدرجات العالية. وما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل الجديد. وتنساش تكتب فيه التعليقات اللي انت طلبه. واللي انت عايزه. ونعوده نشرحه لك. ونجيب لك اللي انت عاوزه. والاعجاب بالقناة. وتبلغ زميلك كلهم ان هما يتابعوا. دي محاولة مننا بس في هذه الاوقات اللي بتمر بيها البلاد او مش مصر بس. وبنما عالم كله من انقطاع التدريس في الفترة دي بسبب فيلس كورونا. ودي مساهمة بسيطة مننا اللي بساعدة ابناءنا الطلبة بنساهم مع وزارة التلبية والتعليم بكيادة الدكتور طارق شوقي. وتحت كيادة سيد الرئيس السيسي. وده مجهود بسيط جدا. احنا مش هليجي زي الدكاترة ولا زي الجيش ولا الشرطة ولا القضاء الناس اللي بتساعد في البلد. ده بقدر المستطاع علشان نساعد اولادنا في ان هما يعدوا من الامتحان في هذه الفترة الصعبة علينا كلنا. مع تمنياتي بالتوفيق. كان معكم مستر انور من اسكندري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.